وإهلا محضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة ونبدأها كالمعتاد بأخبار النادي الأهلي وأخبار كرة القدم والنشاط الرياضي في النادي الأهلي ومن أخبار النادي الأهلي إلى مجموعة من الأخبار المتعلقة بعمل الرياضة ومجال الرياضة ونشاط الرياضي في مصر بشكل عام طبعا في بداية هذا اللقاء جدير بالذكر أنه عندنا أكتر من ضيف وأكتر من فقرات الحوار النهاردة بعد فقرة الأخبار هنبدأ هذه الفقرات بحوار سيكون فقرتنا الأولى حوار سأجري مع الكابتن أبو المجد مصطفى واحد من نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي سابقا وعقب نهاية هذا الحوار ستكون فيه أكثر من فقرة حوارية أخرى سيجريها زميلي محمد سعيد مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أصام شلتوتو دي ستكون فقرتنا الثالثة أما الفقرة الثانية وأيضا سيجريها زميلي محمد سعيد تكون مع لعب النادي الأهلي السابق وحاليا لعب أفسي مصر الفريق الصعد حديثا إلى الدوري الممتاز الكابتن رضا الويشي خلونا نبدأ بأخبار النادي الأهلي وفريق الكرة طبعا الجمهور ما كانش راضي في الفترة اللي فاتت عن النتائج ولكن دايما فيه فرصة الفرصة باقية وزي ما قال ضفنا ناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي فأكثر من لقاء على مدار الأسابيع السابقة ما زالت الكرة في ملعب النادي الأهلي في ملعب الجهاز الفني ونجوم ولعبي الفريق الأول لأنه بحسابات النقاط لسا الفرصة باقية والفوز بلقب هذا الموسم ولقب ودرع الدوري الممتاز هذا الموسم الأمر متاح أمام نجومنا إن شاء الله لو وفقوا في لقاءاتهم القادمة رصدهم من النقاط وفرق النقاط مع المنافسين في قمة الدوري تسمح للنادي الأهلي بحسم البطولة دون ترقب وانتظار نتائج الآخرين لو أجادوا في المباريات اللي جاية هذا أمر لازم يكون حافظ ودافع إيجابي للجهاز الفني واللعابين لأن اجتهدهم في الفترة اللي فاتت وتركزهم في عدد كبير من المباريات كرة القدم في فترة كانت مضغوطة جدا كانت الارتباطات فيها بتجعل الفريق يأخذ مباراة كل يومين أو ثلاثة وكان معدل من أعلى معدلات خوض منافسات كرة القدم أو المباريات في العالم على مدار الأشهر السابقة ما بين ارتباطات النادي الأهلي على مستوى الدوري أو المسابقات المحلية والبطولات الدولية أو دوري الأبطال الأفريقي فضلا عن ارتباطات لعبين مع منتخب مصر في أي مباريات سواء ودية أو رسمية بالرغم من هذا كان في قدر كبير جدا من التركيز عند الجهاز الفني واللعابين قبل طبعا المجموعة الأخيرة من المباريات اللي حصل فيها عدد من الأخطاء الفنية خلت الجماهير غير راضية لأنها أثرت سلبا على النتائج عشان كده بنقول أن اللاعبين ممكن يستعيدوا ذاكرة التركيز اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت وأجادوا فيها بشكل أكثر من رائع خططيا وفنيا وبدنيا وده اللي اداهم رصيد النقاط اللي بيسمح لهم رغم الإخفاقات اللي حصلت في الفترة الأخيرة أنهم يكونوا لسه في حسابات المنافسة وأن الكرة لسه في ملعبهم وقدرين إن شاء الله على الفوز بهذا اللقب التركيز طبعا أولا وأخيرا حاليا على مباراة المصري يوم الخميس المقبل لا صوت داخل النادي الأهلي يعلو على صوت مباراة المصري الخميس المقبل ومطلوب التركيز وأعلى درجة ممكنة من الإيجادة سواء في رؤية الجهاز الفني فنيا لهذه المباراة وإدارتها فنيا أو على مستوى أداء اللاعبين والتزامهم واكتهادهم وأيضا تحلي لعبين بروح الفنيلة الحمرة وروح القتالية المعروفة دائما أبدا عن النادي الأهلي ونجومه ولعبيه الكابتن الخطيب كمان وجه رسالة للعبين في جلسته مع اللاعبين قال لازم تتحرروا من الضغوط ما تحملوش يعني نفسك أكثر من اللازم استمتعوا بكرة القدم ولعبوا كرة قدم عشان تقدروا تكسبوا وتحصودوا المزيد من النقاط ومن البطولات والألقاب لأن أحيانا الضغوط الزائدة على أي شخص أي بطل أو أي رياضي محترف سواء في رياضات فردية أو جماعية ممكن يكون لها أثر عكسي أو تنعكس عليه بالسلب لو حمل نفسه فوق طاقته أو أخذ من التفكير أكثر مما ينبغي يفكر في الأمور والحسابات الخاصة بالمنافسات والنقاط بشكل مبالغ فيه ده بينعكس عليه أو بيأدي لنتيجة عكسية وبيضره مش بيفيده عشان كده الكابتن الخطيب رؤيته بالتأكيد رؤية كمان مجلس الإدارة كله أن لازم اللاعبين يحرروا نفسهم من المبالغ فيها كرة القدم بالمنافسة وقدراتهم يثقوا في قدراتهم إحنا عارفين قدراتهم عالية جدا فنيا وبدنيا ولو أدوا بالشكل المعروف عنهم واللي هم قادرين أنهم يأدوا به في المباراة الجاية ده هينعكس على الأداء وعلى النتائج ده إن شاء الله يكون موجود في الملعب في مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس المقبل ونشوف أن اللاعبين يعني بيأدوا بشكل مختلف أفضل كتير جدا فيما يتعلق بالأداء في الملعب بروح القتالية في الملعب بالتركيز في الأمور الفنية عدم الاحتكاك مع المنافس مع حكم المباراة عدم الخروج عن اللائق عدم وجود أي انفلات عصبي غير احترافي لأن دايما لعبين على درجة عالية جدا من الخبرات ومن القدرات ومن المواصفات الاحترافية ومش عايزين نخسر مجهودات أي لعب مؤثر في الفريق من جملة طبعا المؤثرين وإمكاناتهم الفنية العالية بسبب انذار بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء لقدر الله لأن ده حيؤثر على المباراة المتبقية من عمر الدوري الممتاز وفرص الأهلي في المنافسة عشان كده عايزين ينشغلوا فقط بالجانب الفني وبالأمور الخاصة بكرة القدم الاستعدادات طبعا مهمة جدا لهذه المباراة المباراة المقبلة مباراة عهد فيها الجميع على تحسين الصورة أمام الجماهير وأمام الرأي العام الأهلاوي وأيضا أمام أعضاء النادي وجماهيره داخل وخارج مصر والمسؤولين أيضا في مجلس إدارة النادي الطموح والروح المطلوبة احنا واثقين أن الكل ها يلتزم بيها وهيكون على قدر المسئولية وعلى قدر ثقة الجماهير حتى لو الجمهور زعلت شوية لكن هو أيضا كان مؤازل للفريق ودعم للفريق وما زال وقال للفريق بعد الشكل طبعا غير المقبول اللي خرجنا به من دوري الأبطال الأفريقي من المباراة طبعا الأولى في جنوب أفريقيا قبل المباراة العودة في برج العرب واللي كان أيضا فيها الفوز بشكل ربما كان فيه عوامل كثيرة أثرت سلبا على الفريق أو عدم وجود تكافؤ للفرص في عدالة الحكم في مباراة العودة على ملعبنا لكن بالحسابات كانت المباراة الأولى هي اللي صعبت الأمور جدا وخلت العودة شبه مستحيلة الجمهور كان مؤازر ودعم للفريق وكان واثق في قدرات الفريق وشجع لعبين عشان يكملوا مشوارهم في الدوري الممتاز خلونا نتكلم عن بعض التفاصيل الخاصة بملعب المباراة والسفر أيضا إلى السويس استقر الأمر بقيادة لسارتي المدير الفني للفريق على السفر استقر القرار على السفر ظهر الأربعاء المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة مع المصري والمؤجلة من الأسبوع رقم 19 يوم الخميس المقبل ويسافر الفريق يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله وتقام المباراة على ملعب استاد الجيش في السويس ويؤدي الأهلي ميرانو صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس وكان الجهاز الفني حريص جدا على تحفيز اللاعبين من خلال المحضرات النظرية كما حرس الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء الفنية في الملعب أيضا اللي ظهرت في المباراة الأخيرة وأثرت على الأداء أو النتائج سلبا عندنا غيابات مؤثرة لسه عندنا إصابات الصفوف مش مكتملة رمضان صبحي بيواصل برنامجه التأهيلي مش جاهز بالنسبة 100% وتأكيد هو من أفضل العناصر الموجودة في صفوف النادي الأهلي بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة العضلية اللي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية وإن شاء الله يكون موجود بقوة في الجزء المتبقي من مباريات ومن مشوار الدوري العام المصري محمد هاني من كمان اللاعبين اللي دايما بيثيروا جدل في الشارع الرياضي هل الطبيعي والمنطقي والاستعانة باللاعبين في نفس المركز الأكثر خبرة واللي عندهم خبرات دولية ومحلية تفوقوا بكثير عمرهم أكبر خبراتهم أكثر عدد المباريات اللي خدوها أكثر ولا محمد هاني هذا اللاعب الواعد اللي مستوى أيضا مقنع جدا للناس وناس كثير بتقول أن المستوى بيقول وسطايل أداء وكمان بيقول أنه لعب من طراز أوروبي في طريقة وطريقة أداء وأن الناس متوقع له مستقبل كبير جدا وهل دايما المجموعة الوحدة والأصدقاء بيتكلموا في حوارهم دايما عن أداء نجوم النادي الأهلي مين الأفضل في المرحلة دي ومين اللي لازم يكون في الملعب ومحمد هاني من الأوراق طبعا اللي بتحظى أيضا بدعم مقطع كبير جدا من الجماهير وبتقوله أنه يستحق التواجد بقوة في المباريات بنكسب جديد صغير في السن عنده القدرات البدنية عنده الصرع عنده القدرات الدفاعية والهجومية والشخصية والرؤية في الملعب دي أمور طبعا أولا وأخيرا من حق الجهاز الفني وقرار من قرارات المدير الفني ومن صلاحياته بالتأكيد ما فيش خلاف على ده لكن محمد هاني من اللاعبين الجمهور متنبق لهم يكون لهم مستقبل كبير جدا إن شاء الله في عالم كرة القدم على المستوى المحلي والدولي وأيضا متوقع أن يكون له بإذن الله شأن كبير جدا مع النادي الأهلي ونتمنى يكون جاهز في أفضل حالاته لأنه هيكون من القوة الضاربة للفريق بإذن الله اللاعب بيكتفي بالجري حول الملعب في بداية ميران الفريق اللي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش وبيستكمل برنامجه التأهيلي طبعا ده بالنسبة للنجم رمضان صبحي التأهيل والتجهيز مستمرة ويتم تحديد موقفه كمان فيما يتعلق بإمكانية خوضه للمباريات أو مشاركته في المباريات القادمة شارك أيضا محمد هاني في جزء من الميران الجماعي للفريق أمس وأدى اليوم تدريبات على هامش هذا الميران جلسة تدريبية في الجام للتخلص بشكل نهائي من الإصابة العضلية اللي كان بيشكو منها أيضا إسلام محارب طبعا الجهاز الطبي بيعلن أنه عشرة أيام تفصل عودة إسلام محارب أو تفصلنا عن عودة إسلام محارب للتدريبات الجماعية اقترب من عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وبالتالي إمكانية الدفع به حسب رؤية الجهاز الفني في المباريات المقبلة بعد طبعا الآلام اللي عانى منها وشكواه في الفترة الماضية واللي أبعدته عن المباريات والتدريبات الجماعية وبرنامج تأهيلي أيضا لكابتن ونجم الفريق حسام عشور استعدادا لمواجهة المصري هيتحدد طبعا الأمر وفقا للفحص اللي هيخضع له نجم الفريق نجم خط وسط الفريق كابتن حسام عشور وتحديد إمكانية الدفع به في المباريات القادمة بعد الفحص الطبي اللي هيخضع له وهو أيضا بيخضع لبعض التدريبات العلاجية والتأهيلية بتحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبي وبرنامج استشفائي لمروان محسن أيضا كان فيه شكوى من بعض الآلام والإجهاد العضلي عند مهاجمنا طبعا مروان محسن وده أدى إلى أيضا خضوعه لبعض الفحصات الطبية وخضوعه لبرنامج أو تطبيقه وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى تكتمل جاهزيته البدنية والطبية ويكون جاهز إن شاء الله بقوة للانضمام إلى الفريق في المباريات المقبلة وكدمة من احتكاك في الملعب خلال التأسيمة أو المران نفسه لمحمود وحيد في مران الأهلي بعد طبعا تدخل مع زميله ياسر إبراهيم لكن خضع للفحص الطبي للإطمئنان عليه بقيادة طبعا وبصحب الذهب للخضوع للفحص الطبي بصحب طبيب الفريق الدكتور خالد محمود وإطمئنين عليه وإن شاء الله الإصابة ما تكونش مؤثرة ويعود بسرعة جدا للمشاركة مع زملائه في التدريبات وإمكانية الاستعانة به والدفع به في المباريات ترجمة نانسي قنقر